ما شالله يا ما شالله يا ما شالله يا ما شالله يا ما شالله خليه خليه يبرد خليه يبرده حرن بضع حرن. انتو بتكبسوا نضاعها حلا ولا قوم انقل عرقود انا. والله هيقوم القدوة اخليكم للجن. بالله هيكبسوا يا مسلمين. قلنا لله بين يديه. ولا هذي يطول العمراء. هذي حياة العزابي. اكلك ما المطاع. لينا الله يفرجها من فوق. تغذية صاهر. ولكن الضعيف اللي زي. ها. امشكا على الله. في واحد في الكومنت. انا مدري. احشك كان متأثر بها. المحاق حد كنا. الكراتين ذي كالي اسمها كنا. احشك كان متأثر بها. يقول كلب اليمين. كلب اليمين يا سعيد حنش. تحريات الكلاب هذي انا ما احبها ترى. والله العظيم اني ما احبها. صارك opsốc acwi. حلفي. حلفي. سمع قصة حذي اخوات. حدثني احد الاخوة مزبوط ده على ترى الصدق صدق والله قصة هادي يا أخوان صدق هذولا اثنين أصحاب مره يحبون بعض ويتعاملون مع بعض معاملة أخوان أكثر من معاملة أصحاب وأصدقاء لأنهم من زمان راحت الأيام وجات الأيام المهم تزوجوا كل واحد منهم تزوج وجاه درية يوم مصرت أعمارهم على الأربعين أربعين أربعين جاء بينهم مزح قال أنا يا فلان اعرف رقم حرمتك انت دقيت علي من رقم حرمتك ذاك اليوم والله لا نشر الرقم حرمتك ها هو طبعا يمزح الرجال الثاني صديقه قال تحدك وش عرفك بالرقم وش عرف قال إلا أنا أعرفه وآخر رقمه كذا آخر رقمه يعني على مثال السبيل أربعة مثلا شاءت الصدف وشاءت الأقدار أنه فعلا يكون آخر رقم حرمت الرجال الثاني رقم أربعة مثلا الرجال جته شكه في نفسه جته شكه في نفسه ها وش سوا توقعوا وش سوا يلا بخليكم بخليكم الكوميت يلا فكروا وش سوا يا لا 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 ما قتلت hiper قاعد يمكن عشر ايام وهو يراقب حرمته بنتكلم فين تروح فين تجي معا من تسولف صار الموضوع في حالة تشك صار يشك في حرمته بطريقة فضيعة لاحظت حرمته الشي هذا قالت يا ابو فلان انا ماني متزوجتك امس صار لنا تقريبا 13-14 سنة متزوجين مع بعض لكن العشرة الايام هذي اللي راحت انت بكميلة انت بكميلة فيه هرجة تراقبني وتخونتني بافعالك وتصرفاتك خليتني خاينة لك والعشرتك قال والله يا ابنت الحلالة الوضع واحد اثنين ثلاثة وهذا اللي صار مع صاحبي وصاحبي لي عشرة ايام والله ما شفته وكل ما يدق عليها اعطيه مشغول وجلستي معك في البيت هنا الحرمة عندها فنطة وعندها دكاء ودهاء وش قالت تحسبونها قالت لا والله ما تخونني والله لفلح عند البيت امي لا ما قال قال تعالي تعالي يا ابو فلان اقعد 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 جنبي اقعد 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 وانا اما ورعانه اقعد والله قال قالت نحن كاملنا متجوزين قال لنا 14 سنة تقريبا قالت اسألك بالله 14 سنة شفت مني شي شفت مني شي خلاك بس تشك مجرد شك قلني انا خاينة لك ولا لعشرتك قال لا والله ابت يما في العب قالت اسألك بالله عمري طلعت برة باب البيت بدون ما اعلمك ولا اشتسيرك قال والله ما حصل قالت تتوقع بعد 14 سنة اباجي اخونك ومعه من معه اعزي اصحابك انت عقلك فيه فيه دماغ بشري ولا فيه جزمة انت وصخ انته رح لالطمك جنبه وجده لا لا ما قاد كذي هي ما قاد بس يعني كذي فيه معنى القصة يعني والعهده على الراوي بغاوا يدارسون بغاوا يدارسون ولكن عادة الله شفعلهم فالمفيد في هذه القصة يا اخوان اذا جاءكم فاسقون بنبأ وش تسوون يلا بخليكم تكملون يا كومنت وش تسوون اذا جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا حلو اترك هرجا القيل والقال اللي يجيك يقول لك فلان قل لي ولا فلان يقول عنك ولا فلان يقول عنك هذه قصة حدثت في عهد الإمام الشافعي جاء واحد من أصحابه وقال له قال له ها فلان ترى فلان يقول عنك كذا وكذا وكذا وش رد عليها الشافعي وش قال له قال هو رماني بسهم ولم يصبني يعني كلامه هو قال عني كلامه ما صابني يعني هو رماني بسهم فلم يصبني فأخذت السهمة أنت وطعنتني به سمعتوا فهمتوا فهمتوا الفكرة يعني خذوها بالعامية القصة هذه اللي دوبيا أقولها لكم مدة نص ساعة مش الاختصار حقها كن بشغل أم زكي كن بشغل الدبابات يا دباب فدائماً احسنوا احسنوا والضم احسنوا والضم في نسائكم احسنوا والضم في بناتكم ما هو على كل صغيرة وكبيرة تشكك فيها ولا تخوم فيها ترى فيه فرق كبير فيه فرق كبير جداً 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 بين الغيرة والشك فرق كبير فرق السماء عن الأرض ولكن الفاصل اللي بين الغيرة والشك ترى هو شعرة شعرة الفاصل بينها انت تحب كلنا نحب يا اخي ولكن لا يوصل فيك جنون المحبة انك تخون لا اشتغلت الدلمة اشتغلت الدلمة الله يعينكم على جهاز وتأكيداً على كلامي وتعقيباً على كلامي انا يمكن تشغال في اوبر والناس اللي شغالين في اوبر يعرفون الكلام هذا ويعرفون عزل معرفة كانت تمر علينا حالات والله العظيم انا استصيب منها طلع مني مرة واحد مجنون ما هو في عقلة ورب الكعبل بغى يذبحني بغى يذبحني ها شفت كيف لو اني شديت معا انا اقدر ادافع عن نفسي واقدر احتمي نفسي لكن قلت نهدى خله يهدد خله يتصايح خله يسوي اللي يسوي اللي نشوف بوش وضع الرجال طلع والله هي مريض 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 عقلياً هل لو نزلت ضربتنا وياه يقول لي والله اعطيك على وجاق لا اعمي بصرك وتلع يا رجال تستاهل وانت اخولي الكبير هل لو اني قلت لا تخصى وتعقب خلق امك ووقفت عجب ونزلت الضارب معه كان ذبحني ولا ذبحته لكن هديت خلت الامور حبابه تمشي الامور الين تبين لي تبين لي انها الرجال مجنون ما هو في عقلة حتى لو ذبحني حتى لو ذبحني ترى ما احد بيذبحه مجنون ما هو في عقلة فدائماً تبينوا يعني تبينوا من ال يا ربي لك الحمد والشكر زي ما تعودنا يا اخوان الزايد من الرز ما نرميه فين نوديه نطلعه فوقه السطوح اخو دامر اهههه الزايد من السحور ما نرميه وين نوديه نحطه بصفرته لين بعد البث ان شاء الله ونطلعه فوقه السطوح علشان تاكل منها الطيوم وتاكل منها الكائنات الحية ونحتسبها صدقة عند الله سبحانه وتعالى وتقرباً من الله وبنية شفاء الوالدة الله يشفيها ويعافيها سمعت ودلها طيب الطرطة هذي كيف طريقتها طيب بعد اذنكم تعالوا هينيا على الشيان هذا الصوات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللهمقر حب الله يجبии ما Amazing الله يجب ان نحن وياحفظ هوام الزوال اصبروا بالله يا اخوان خلوكم ايه. خلوني ايه غسلي ديمة الزفارة فيها ايه. كليني يا بساس الديني اح كليني. ماعد بها لا بساس في الدينة. قسم من بالله ماعدين هذا الحميل. الحمار من الحافية اللي فيه قسم من بالله. يلا ما اكل الحمار في حال جنال ولا اكله. الحبل الحبل حال جنال فجيلا ولا ماكيه الا الحمير. الله يدي من النعم هو يحفظها من الزواء. يا واد وش التشخيصة هذي كنني معقب. ولد وش ده الكلام الفاضي هذا لا تشبط خلاصا اللي. ها سمعتوا ولا لا السحب يلا ها السحب السحب. السحب حق البكاجات. السحب حق البكاجات يا اخوان. يلا ها السحب السحب. السحب احنا قلناه لكم من الصورة. موسيقى موسيقى شكرا